بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا قضية اتفق المسلمون عليها شرقا وغربا سلفا وخلفا في كل بقاع الأرض من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا ولم تكن قيلة يعني يلوك بها الناس بألسنتهم حتى جاء العصر الحديث وجاءت قضية رفع السفور أو رفع الحجاب عن وجه المرأة كان الشائع في بلاد المسلمين أن المرأة تخفي وجهها وهذه عادة تعودها الناس منذ القرن السادس الهجري ولم تكن موجودة قبل ذلك بهذا الاتساع كانت موجودة في بعض النساء وفي بعض البلاد لكن لم تكن تعم الأرض وتعم جميع النساء المسلمات إلا بعد القرن السادس الهجري وهي قضية النقاب بالرغم من ذلك فقد أجمع المسلمون من العلماء ومن العوام عبر التاريخ على أن الرجل له عورة وهذه العورة ما بين السرة إلى الرجبة عند الجمهور عند غالب الناس وعند المرأة أجمع الناس أجمعين أن بدنها عورة مثل ما بين السرة إلى الرجبة عند الولد فكل جسدها إلا وجهها وكفيها يجب أن يستتر واختلفوا فيما دون ذلك وذهب الحنفية إلى ما أسموه بالعورة المغلظة وهي الشريط الذي يكون على عورة الرجل يعني ما تحت السرة وما فوق الرجبة يعني الحنفية تجيز لبس الشرط للعب الكرة مثلا أو لشيء من هذا القبيل للولد لكن يتفقون على أن البنت لها الوجه والكفين كما ورد ذلك في كثير من الأحاديث والأمر ليس متصلا بحديث معين نقول إنه ضعيف أو صحيح أو كذا الأمر متصل بعمل الكافة عبر القرون جميع الخلق من المسلمين اعتبروا هذا هو تفسير لكلام ربنا سبحانه وتعالى اتفاق المسلمين على أن الوضوء قبل الصلاة بالرغم من أن القرآن ترتيبه هكذا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الفقل التعقيب يعني حاجة بعد حاجة الأول نتوضه وبعدين نصلي الآية بتقول إذا قمتم يعني إذا أردتم جبت أردتم منين من الإجماع كل المسلمين أجمعوا إن الوضوء قبل الصلاة فهل يجوز لحد يجي يقول أنا شايف إن الآية بتقول إن الوضوء بعد الصلاة ما ينفعش ليه ما ينفعش ليه ما ينفعش لأنه مخالف للإجماع وفي أيتين في القرآن مبني عليهم إجماع حجاب المرأة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعني خلاها وسع جدا مش لأزواج النبي فقط ولا البنات فقط بل كل الستات عند المسلمين يدنين من جلابي بهن يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤدي أجمعت الأمة أنه هذا معناه حجاب المرأة فواحد يجي يقول لي لا بس أصله أنا بفكر حاجة تانية زي بالضبط اللي هيفكر أنه يخلي الوضوء بعد الصلاة ما ينفعش ما ينفعش أن إحنا نقضح في الإجماع ده إجماع مستمر عبر القرون علشان واحد عايز يفهم حاجة مدايقاة أو مش قادر عليها أو لسه مجاش وقتها إلى آخرين ولذلك المناقشة في الحجاب وحول الحجاب بيصطدم بيها كثير من الناس خاصة في المرحلة الانتقالية ومرحلة الخروج عن حد الطفولة أو ما يسمى بالصغر وحد البلوغ أو ما يسمى بالتكليف يمكن الولاد ما يقبلوش مشكلة كبيرة مع وجود المذهب الحنفي والاختلاف وكذا زي ما البنات هي اللي بيبقى عندها التساؤل الأكبر في هذا المجال